يذكرون عن حاتم الأصم أحد كبار الأئمة من الأئمة الصالحين من رجال الرسالة ترجم له في عدد من كتب صفة الصفوة وغيرها ذكروا قصصه وأخباره ما كان عليه الرجل حن قلبه سنة من السنوات إلى الحج وما كان يمتلق نفقة الزاد إلى الحج ولا نفقة الأبناء والزوجة عند سفره طعامهم وشرابهم ونفقتهم ولا يجب الحج بل لا يجوز أن يسافر دون أن يبع نفقة أبنائه إلا أن يرضوا فلما اقترب الموسم رأته ابنته حزينا باكيا وكان في البنت صلاح وهي صغيرة ما يبكيك يا أبتاء قال الحج أقبل قالت وما لك لا تحج قال النفقة قالت يرزقك الله قال فنفقتكم قالت يرزقون الله قال لكن الأمر إلى أمك فذهبت وأخذت تذكر أمها أن الرزاق هو الله وليس الأب في النهاية الأم والأبناء قالوا له اذهب حج اذهب إلى الحج وسيرزقون الله ترك لهم نفقة ثلاثة أيام ذهب هو إلى الحج لم يكن لديه القيمة الكافية ليلتحق بالقافلة فكان ينشي من وراء القافلة ليس مع القافلة في أول الطريق أقرب لسعة رئيس القافلة سألوا أي وجد من يمكن أن يقرأ عليه أن يعالج أن يداوي وجدوا حاتم نادوا حاتم الأصم فقرأ عليه فعافاه الله من ساعته فقال رئيس القافلة نفقة الذهاب ولياب علي قال اللهم هذا تدبيرك لي فأرني تدبيرك لأهل بيتي مرة الأيام الثلاثة انتهت النفقة عند الأبناء بدأ اليوم الأول ما في طعام في البيت بدأ الجوع يقرص عليهم فعادوا باللوم اليوم الثاني اليوم الثالث عادوا باللوم على البنت أنت السبب أنت التي طلبت منها أقنعتين بأن نأذى الله انظري الآن من أين نأكل والبنت تبحك ويا جايعا تبحك ما يضحكي ونحن نتلوى من الجوع نبكي قالت لهم يا أمه يا أخته يا أخي أبونا هذا رزاق أم أنه آكل رزق قالوا لها آكل رزق الرزاق الله قالت لهم ذهب آكلوا الرزق وبقي الرزاق هي تكلمهم فإذا بالباب يقرأ من على الباب قالوا إن أمير المؤمنين يستسقيكم كان في رحلة صيد الحاكم وعند رجوعه كان شعر بشدة العطش نفد الماء منهم فقال دقوا على هذا الباب وهم داخلوا يطلبوا لنا ماء فقامت الأم تملأ لهم الوعاء بالماء من الجربة وهي تقول سبحان الله ثالث ثلاثة من الأيام لا نجد طعاما وأمير المؤمنين يستسقينا يطلب من الماء من نسقي فشرب الخليفة فوجد حلاوة في الماء لم يعهدها فقال من أين أتيتم بالماء قالوا من بيت حاتم قال نادوه حتى أجازيه قال إنه قد ذهب إلى الحج فخلع الخليفة منطقته المنطقة مثل الحزام من القماش الفاخر مرصع بشيء من الجواهر خلع منطقته وقال هذه لهم ومن كانت لي عليه يد يعني كان يعزني يحبني يحترمني فليخلع عليهم منطقته فالوزارة والتجار الحاشية الكل صار يخلع منطقته في هذا الزمان إذا رأوا المسؤول الكبير يميل إلى شخص ورأوا غاب عنه سبحان الله النخوس البشرية في كل زمان واحدة فتكومت هذه المناطق فجاء أحد التجار واشتراها منهم بمال ملأ البيت ذهبا يكليهم إلى الموت وأعادها إلى أمير المؤمنين وإلى الحاشية تزلفان إليهم مجاملة فاشتروا الطعام بدأوا يأكلون وهم يضحكون فإذا بالبنت هذه تبكي قالت لها الأم إن أمرك عجيب يا بنيتي قبل قليل نحن نتظور من الجوع ونبكي وأنت تضحكين أما وقد فرج الله علينا فما لك تبكين قالت يا أمه إن هذا مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا عن الخليفة الحاكم نظر إلينا نظرة عطف فأغنتنا إلى الموت فكيف لو نظر إلينا الخالق انظر إلى القوة التي تعاشتها هذه البنت من أين جاءت هذه القوة لم يثنها تهديد الفقر لم يثنها الواقع الذي ضغط عليها بالجوع أكثر من ذلك لم يغيرها المحيط الكلام هنا عن التأثر بالمحيط لم يغيرها المحيط لا لوم الأم لا لوم الإخوان ما غيرها شيء ثابتة ولما ثبتت أثمر ثباتها أن الله أيدها بهذا الثبات فتحولت من ملومة معرضة للتأثر إلى صاحبة عظة تعيض الذين حواليها أنت الذي تحاول أن تبرر لنفسك أكل الحرام المخالفة لأن المجتمع كله هكذا الموت مع الناس رحمة تبرر لنفسك وأولاد ضغطوا عليه يريدون مثل الناس والزوجة كانت تريد شكل كذا أين أنت من هذا المعنى تعرف ما المشكلة المشكلة أن غابط التعامل مع الناس مختل فإذا غبط لدى السائر إلى الله غابط التعامل مع الناس ذهب هذا الخلل إذا فقه كيف يقيم ميزان ميزان التعامل مع الناس متى يكون لإستجابة للتأثر بالناس إذا توجهوا إلي بشيء متى أجانس الناس على ما هم عليه ومتى أفارق الناس على ما هم عليه وكيف إذا جانستهم لا أفقد ما عندي وكيف إذا فارقتهم لا أتكبر عليهم أو أجعلهم يستوحشون مني أو أن أكون قبيحا معهم في المفارقة كيف أكون جميلا في المفارقة وكيف أكون منضبطا في المجانسة هنا يأتي معنا اليقين والثبات